اشتركوا في القناة باحترافية وازالتها من الجذور يعني انها او عندما تقوم بارغاء تثبيت البرامج سوف يتم ازال جميع الملفات المؤقتة الخاصة بها باحترافية كما ان البرنامج يقدم لك بعض الميزات الاخرى سوف نتعرف عليها ان شاء الله في حلقة اليوم رابط تحميل البرنامج ان شاء الله تجدونه اسفل الفيديو على المقال الخاص بنا عندما تدخل الى المقال هنا في الاسفل سوف تجدرى بالتحميل البرنامج وهذا هو الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج الان وحاليا متاحة النسخة الاخيرة النسخة عاشرة النسخة المجانية ننتقل الان الى شرح البرنامج بعدها نتقوم بتحميله وتثبيته على الحسوب الخاص بك هذه الواجهة الرئيسية الخاصة بالبرنامج عندما تقوم بفتحه سوف يكون باللغة الانجليزية معالك الى التوجه الى هنا في تضغط على ثلاثة شرطات في الجانب الايمن الخاص بالبرنامج ثم تنتقل الى الاعدادات او settings ثم تتوجه الى اللغة هنا سوف تجد اللغة الخاصة بالبرنامج يمكن أن تختار لغة الانجليزية او الفرنسية او اي لغة تريد ثم تضغط على موافق بعد الضغط على موافق سوف يتم تغيير اللغة الخاصة بالبرنامج نشرح لك الان البرنامج وطريقة العمل عليه بشكل بسيط كما قلنا انه يسمح لك بالغة تثبيت البرامج من على الحسوب الخاص بك باحترافية وازالة جميع المخلفات او الملفات الخاصة باي برنامج تقوم بازالته مثلا انا اريد الان ان اقوم بازالة احد البرامج على الحسوب الخاص بي مثلا اريد ان اقوم بحزف هذا البرنامج وازالته بشكل نهائي اقوم بتحديده هنا ثم اضغط على السلة في اليمين ثم اقوم بالتعليم على ازالة الملفات المتبقية تلقائيا واقوم كذلك بتعيين خاصية انشاء نقطة استعادة قبل الغاء التثبيت ماذا سوف يفيدك هذا عندما تقوم بالتعليم على ازالة الملفات المتبقية كما قلنا ان البرنامج سوف يقوم بحزف جميع الملفات والمخلفات الخاصة بالبرنامج على الحسوب الخاص بك وهذا يساعدك في الحفاظ على النظام الخاص بك على الحسوب دائما يكون سريع ومتجاوب ولا يعاني من التقل اما بالنسبة للخيار الثاني وهو انشاء نقطة استعادة قبل الغاء التثبيت هذه الخاصية تسمح لك باسترجاع النظام الخاص بك في حالة مثلا اذا قمت بالغاء تثبيت البرنامج وحدثت مشكلة في النظام الخاص بك يمكنك ان تقوم بالعودة الى النظام قبل ان تقوم بالغاء التثبيت بعد ان تقوم بالتعليم على الخيار الاول والثاني تضغط على الغاء التثبيت يتم الان انشاء نقطة استعادة على الحسوب الخاص بك او على النظام تنتظر قليلا بعد ان تم او تم انشاء نقطة الاستعادة الخاصة بالنظام يتم الان حزف البرنامج من الجدور او حزف جميع المخلفات الخاصة بالبرنامج لا يجم عليك الا ان تصبر قليلا الى غاية ان يتم ازالته واتباع الخطوات التي يقولك عليها البرنامج تم حزف البرنامج بنجاح يمكنك الضغط على موافق لتخلص من النافذة المنبطقة ثم هكذا يمكنك ان تقوم بحزف جميع البرامج التي تريد من على الحسوب الخاص بك بطريقة رائعة وسهلة للغاية يعطيك البرنامج كذلك بعض الخيارات الاضافية لتقوم بحزف البرامج على الحسوب الخاص بك بسهولة مثلا هنا يعطيك البرامج الكبيرة على الحسوب الخاص بك يعني البرامج التي تحتل اكبر مساحة على القرص الصلب الخاص بالحسوب الخاص بك يعني في حال ما لم تكن تقوم باستخدام هذه البرامج يمكنك ان تقوم بازالتها بشكل سهل ورائع هنا يعطيك البرامج المثبتة مؤخرين يعني جميع البرامج التي تم تثبيتها على الحسوب الخاص بك في اخر مثلا اسبوع او اسبوعين تجدها هنا في القائمة يمكنك ان تقوم بحزفها متى تشاء كما انه يسمح لك كذلك بحزف التطبيقات الخاصة بالمتصفحات او الاضافات عفوا يعني كما تعلم ان المتصفح او متصفح جوجل كراوم او متصفح فايرفوكس جميعها يمكن كان تقوم باضافة لها بعض الاضافات او الاكستانشن التي تسمح لك بالقيام ببعض المهام من خلال هذا البرنامج يمكن ان تقوم بحزف الاكستانشن بطريقة سهلة ورائعة جدا ما عليك ان تقوم بتحديد المتصفح الذي تريد ان تقوم بحزف عليه الاضافة ثم تضغط على تقوم عفوا بتعيين الاضافة من هنا مثلا اريد ان اقوم بحزف الاضافة الخاصة بافاست اونلاين سيكيريتي اقوم بالضغط عليها كذا ثم اقوم بالضغط على السلة ثم اضغط على ازالة وكذا سوف يتم ازالة الاضافة من على المتصفح الخاص بك يعني تقريبا جميع المتصفحات سوف تظهر لك على البرنامج كما انه يسمح لك كذلك بازالة البرامج والتطبيقات الخاصة بالويندوز او الخاصة بنظام التشغيل بطريقة سهلة ورائعة ما عليك ان تقوم بتحديدها ثم تضغط على ازالة وهكذا يمكن ان تقوم بازالتها من على الحاسوب الخاص بك الميزات او الميزة الثانية التي يقدمها لك الحاسوب كما قلنا هي تاريخ الغاء التثبيت من هنا يمكنك الاطلاع على جميع البرامج التي قمت بازالتها عن طريق هذا البرنامج بالوقت والتاريخ كما انه يسمح لك باجراء استعادة النظام كما قلنا في بداية الفيديو انه عندما تقوم بحزف بعض البرامج من على الحاسوب الخاص بك ربما قد تحدث بعض المشاكل التقنية على نظام التشغيل الخاص بك من هنا يعطيك البرنامج نقاط استعادة يمكن ان تقوم باستعادة الويندوز الخاص بك او النظام او الرجوع الى نقطة زمنية تريد قبل ان يحدث المشكلة على الحاسوب الخاص بك اخواني الكلام تقريبا كان هذا هو الشرح المفصل لبرنامج اليوم وهو برنامج رائع جدا لازالة البرامج من الجذور على الحاسوب الخاص بك اتمنى من سميم القلب ان الحلقة قد نال تعجبكم لايك للفيديو ومشاركة للسفيد الجميع واذا كانت زي اول مشاهدة لك لقناة الموصنات رجاء الضغط على زل الاشتراك لانضمام الى ازيد من 22000 متابع ولم يبقى لي سواء ان استودعكم الله الذي لا تدعوه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة